من القاهرة ينضم إلينا محمد الأصمر مدير مركز الأمة للدراسات والكاتب والمحلل السياسي الليبي مرحبا بك يعني استمرار التدخل التركي في ليبيا مع إسقاط طائرة تركية ثانية كيف نفهمه؟ مساء الخير كل يوم يتم الإتبات من خلال ما يتقوم به قوات معاصلحة العربية الليبية باستهداف وإسقاط الطائرات المسلحة والمسيرة وكذلك صد الهجمات التي تقوم بها ميليشيات الوفاق المدعومة بمرتزقات من قبل تركيا سواء كانوا المدربين الأتراك والجون المقاتلين للأسف من السوريون الذين أتوا على دفعات ويتجاوز عبدهم الآن بما تم رصده أكثر من خمسة ألاف مقاتل هذا التمادي في وقع الأمر هو أتى نتيجة التمديد والتنطيط والتخادل من المجتمع الدولي فيما يتعلق بالملف في ليبيا ليبيا تتقى تحت الوصيد الدولية منذ عام 2011 وعديد القارات التي تمنع توريد الأسلحة وكذلك المقاتلين وأخرها قار صادر في يونيو 2019 رقم 24-73 وبالتالي حتى ما تم الوصول إليه في مؤتمر برلين والتزام تركيا بعدم تدخل في الشؤون الداخلية تم تبرير ذلك من قبل السياسيين التركيين بينه استجابة لما قامت به حكومة الوفاق هذا من ناحية من ناحية أخرى فإن أيضا ما تنخذ برلين كأخم حاول المجتمع الدولي وأيضا اجتماع مجلس الأمن في 30 من يناير بخصوص ليبيا كلها تمديدات المواتن برلين القادم في الخامس عشر ما تم اتخاذه في 12 من يناير في قوة الاتحاد الأوروبي طيب استمرار التدخل التركي سيد محمد استمرار التدخل التركي رغم الوعود التي قدمها أردوغان في مؤتمر برلين بأنه لن يتدخل في شأن التركي هل هذا يعود إلى استقالة سيد سلامة وكذلك فشل المسار السياسي وبالتالي أردوغان بدأ يستغل الوضع ويقوم بما يحلو له في ليبيا لا عفوا سيد الكريم استقالة سلامة من عدمها لم تزد الموضوع تفاقما هذا الأمر هو كما هو عليه التصاعدات واختراقات الهدنة على واترتها المتصاعدة منذ إعلانها في 12 من يناير ولكن المجتمع الدولي بغض نظر عن قصة سلامة هو ينتهج في ليبيا غض الطرف زاء الممارسات التركية تكوننا 17 حاطة للمبعوط الأمم في ليبيا في عقدات مجلس الأول لمن حول الشأن الليبي لم يتم اتطرق إلى تركيا اسما ولا شجبا وذلك بعد أن تمت اعترافات تركية بهذا التدخل وهذه التوردات وبالتالي فأن التمادي التركي هو مبني على التمديدات التي نتجت عن الحوارات المبتقة عن برلين ما تم منه وما علق وما فشل وما ألغي كلها تصب في مصلحة التدخل التركي بهذا الشكل لأنه لا يوجد لحد الآن خطوات من العملية وأقرب اجتماع في آخر مارس لإعلان انطلاق العملية الأوروبية للمتابعة والتعقب برلين في الخامس عشر من مارس شوفه لن ينتج عنه شيئا إلا تقارير اللي جان النصف شهرية والشهرية وبالتالي الأتراك يدركون جيدا سياسة المجتمع الدولي حيال ليبيا وأن ليبيا الآن ساحة مفتوحة ما بعد ترتيبات سوريا وتقاطعات بين تركيا ومن لديهم مصالح في ليبيا روسيا فرنسا إيطاليا وبالتالي فأن هذه الوتيرة متزايدة ولما معنى أن المجتمع الدولي لحد الآن لم يحدد من قام بخرق الهدنة لكي يتم التعامل معه وفقا للبروتوكولات المعتمدة بهذا الشكل ولميزان من تطال هذه الخروقات بعدما أقرب أنها قام بها الطرفين وبالتالي فأنه لحد الآن هذا التمادي التركي هو نتيجة التعامل الدولي مع الملف الليبي ليس أكثر شكرا جزيلا لك سيد محمد الأصمر مدير مركز الأمر للدراسات والكاتب والمحلل السياسي شكرا جزيلا لكم تماعنا بالقائم